السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذ الأعزاء تلاميذ السنة الأولى سنويل يوم شاء الله في الصفحة 61 ندرسه ونحلو تمارين مع بعض نبدأ وعلى بركة الله study the reminder below and do the exercises that follows قل لك قررنا هذا القاعدة اللي اعطاوها لك هنا هاي لك reminder 1 وحل التمارين اللي رهم موجودين تحتها نبدأ ونشرحو في ال reminder تعنا القاعدة قل لك جيم بوب انت جاك ها من هنا يا هذي جيم و بوب و جاك هم شوفوا فيهم played basketball لعبوا basketball from 2 p.m. to 4 p.m. yesterday لعبوها مزوش تلعشية للربعة تلعشية البارح yesterday الفعل تعنا played في الباست قل لك what were they doing at 3 p.m. قال لك وش كانوا يديروا على 3 p.m. هما لعبوا مزوش للربعة صفي 3 p.m. وش كانوا يديروا نفس الشيء كانوا ثاني يلعبوا في الباستكتبول وش جاك تجاوب شوفوا هنا يا الإجابة بدأت ب what where they doing انت هنا تجي what تنحيها لأنها أدت على السؤال والجملة اللي مراها ركبها وجاوب على السؤال عدنا where they الفعل والفاعل الفاعل حطوا اللي هو they تقول لك هكا they were playing قال لك وش كانوا يديروا كانوا يلعبوا وش كانوا يلعبوا باستكتبول they were playing basketball okay were playing هو past continuous okay الماضي المستمر قال لك هنا يا they were playing هذو كانوا يلعبوا كانوا يلعبوا means that they were in the middle of playing basketball قال لك يعني هنا يا هذي كانوا يلعبون يعني كانت في الوسط بين الزوج والربعة هاي لك ع 3 p.m. في هذيك بين الزوج من الزوج حتى بين الزوج والربعة في هذك الوقت كانوا يلعبونا أصلا هذي كانوا where يلعبونا خلاص the action of playing قال لك الaction تاع اللعبة كانت النشاط تاع البلاين was in progress النشاط تاع البلاين كان في تقدم ما كانوش حابسين على الثلاثة كانوا مستمرين في اللعب حتى للربعة it was not finished يعني الaction هذي كل النشاط اللي كانوا يدون فيه ما حبسش على الثلاثة كان مازال مستمر اوكي لو كان ساق سوك على الخمسة تقولهم ما كان كانت خلاصة الaction قال لك this is the past continuous tense of the verb to play قال لك هذا هو الماضي المستمر تاع الفعل to play الماضي المستمر الماضي المستمر past continuous لازم لازم الفعل يكون متوفر ويكون قبله was ولا where إلا كانت عندك الضمائر هذي زائد الفعل التاعك الأصلي اللي هو play وزيده ing تفاهمين هذي القاعدة تاع past continuous نظن لحد الآن القاعدة رهي مفهومة نروحوا هنا نشوفوا قال لك السؤال تعتبر الأول take turns to ask and answer questions قال لك يلا مرة السؤال مرة تجاوب about what you your friends were doing at the particular point of time yesterday قال لك هضررنا وش كنت تدير انتايا وصحابك البارح في زمن محدد ولا في وقت معين example قال لك نعطيك المثال ونعاونك you انتا راك تقول what were rashid and kareem doing at 7 45 a.m yesterday قال لك وش كانوا يديروا الراشيد وكريم على السبعة وخمسة وربعين البارح انت وش تقول your partner صاحبك يقول they were jogging كانوا يديروا في الف يجروا يلا نفس الشي نفس الشي اسأل سؤال وجاوب اسأل سؤال وجاوب يلا رح نشوف الحل تح هذا التمرين هنا أعطيك الإجابة قلنا نتبعوا فقط على الأمثلة هاي كلمة المثال الول what where what were راشيد and كريم doing at 745 a.m yesterday they were having breakfast قال لك هنا قال لك كانوا يتناولوا في الغداء تحهم هنا what was ميليسا doing at 3 and a half p.m yesterday قال لك وش كانت تدير ميليسا على 3.5 البارح تلاشية she was playing chess كانت لعاف الضام انتم المهم بدلوا كما حبيتوا what were you doing at 8 15 p.m yesterday وش كنت تدير البارح على 8 و4 تعلاشية قال لك what were you وش كنتوا انتم تديروا نقولوا we were watching the news كنا نتفرجوا في الأخبار هذو بعض الأمثلة برك وانت دب راسك دير أي حاجة أي activity أي حاجة المهم دير هنا في past continuous نروحوا للتمرين الموالي التمرين الموالي يقول imagine your partner and you are respectively john and pair okay use the information between brackets in the dialogue below to write meaningful sentences with conjunction when while and as check your answer with reminder to on the next page when while as اكيد رح يصير فيها تغيير check your answer with reminder 2 on page on the next page قال لك هنا اعطالك reminder و القاعدة رقم 2 تباحها و حاول تكتب بنا جمل صحيح نروحوا احنا يقبل نشوفوا reminder رقم 2 وش تقول باش نعرفوا ركبوا هذ الجمل اللي راهم عندنا غير اللي راهم بين قوسين reminder تعنا وش تقول قال لك we often use the past continuous ولا past progressive قال لك غالبا نستعملوا الماضي المستمر I was doing زع ما هاولك عطالك مثال علي I was doing and the past simple I did together in order to say that an action was in progress when another action interrupted its action 2 وش قال لك قال لك هنا يام في اغلب الاحيان نستعملوا past continuous زع ما I was doing كنت ندير في واحد الحاجة معا past simple الماضي الباسيط معا بعض قال لك نستعملوهم مخطرات past continuous معا past simple باش نهدروا على اكشن سرات اكشن سرات في الماضي اكيد وحدة كانت تمشي اللي هي continues زع ما الاكشن بتقولهم انا ايا كنت نهدر في التليفون وين عندما جت اكشن وقاطعتها مثلا انا كنت نهدر في التليفون حتى رن الجارس داع المنزل انا كنت نهدر حتى حتى هذي قات اكشن واحدة اخرى اي رنها Tuza ايه لا يوجد القطعة لا تفهم قلت لك قلت لك في حين انا كنت ندف الدوش تاعي إيه While I was having a bath The telephone rang أنا كي كنت ندوش Telephone صنع شفتوا هذه was having a bath كنت ندوش شغل الأكشن مازالت مستمرة في وسط الأكشن صنع الTelephone أوكي كي نقلبوها جفوك فتولي When the telephone rang I was having a bath كي صنع الTelephone أنا في هذه الدقيقة كنت ندوش متفاهمين فهمتوا هنا هنا استعملنا While جاءت مراها Past continuous بعد ما تجي مراها هنا درنا وين جاءت مراها Past simple كي نبدأ شوفوا كي يكون الجملة وعنا في زوج مستعملين فيهم Past continuous ومستعملين فيهم Past يعني في جملة واحدة يعني في جملة واحدة مقسومة على زوج واحدة تجي فيها Past continuous واحدة تجي فيها Past Simple وش نديرو اللي تكون الجملة إذا كانت الجملة بديتها Past continuous قبلها While وإلا كنت الجملة تدير فيها Past Simple قبلها وين أوكي يعني يعني When تجي مراها Past Simple While تجي مراها Past Continuous فهمنا؟ متفاهمين؟ روحوا شوفوا الآن التمرين الحل تع التمرين تعنا شوفوا الحل تع الجملة تعنا شوفوا قل لك I was having a beautiful dream قل لك نمت منام شباب When I hit my foot on the bed قل لك حتى كي ضربت رجلي على على الفراش شوفوا هنا يا هنا عدنا Past continuous وهنا عدنا Past Simple وين كي حطينا وين هنا لازم نحط مراها Past Continuous لو كن حطيناها هنا لو كن جينا حبينا نحط هنا عدنا Past عفونا Past Simple لو كن جينا حبينا نحط وين هنا ما تمشيش هنا لازم على خطر عدنا Past Continuous باس كونتينيوز جونا تجي قبله While وال Past Simple يجي مراها عفوان وال Past Simple جي قبلها وين وين Past Simple While Past Continuous هنا شوفوا قال لك While I was having a bath the telephone rang قال لك كنت تندوج تليفون صونة اوكي هنا حطينا وين قبلها على خطر عدنا Past Continuous هنا يا I was just lifting the receiver when the telephone stopped ringing stopped ringing هنا هنا was was lifting هنا درنا وين على خطر مراها عدنا الفعل في Past ولكن تحبيت تحط هنا وين تحط هنا past simple لو كان حبيت هنا تبدأ الجملة تحط تقبلها While تقدر تقول لك While I was lifting the receiver فاصلة the telephone stopped ringing خلاص هاي لك While I was walking in the park فاصلة a dog a dog beat me خلاص هنا را مدارينا مرة نبدأ وين مرة ندير وين اوكي هذا ما كان المهم انتها حبيت مهم هذي الجملة مثلا I was just lifting هذي وحبيت تبدأها بوين عادي طبق نفس الاخر When I was While I was lifting فاصلة the telephone اوكي فهمنا ياخي هنا يا I was running for the bus كنت نجري باش نلحق على الباس When I felt I fell over اوكي هنا روحوا While I was watching TV the TV set went out of order هاي لك While حاطنا مرة باس كونتينيوس I was reading a book when the light went out and let me fall sleep خلاص هاي لك When مرة ها الباسد When مرة ها الباسد وراهي When مرة ها الباسد اوكي هاي لك While past continuous While past continuous متفاهمين While يجي مرة ها الباسد simple وهنا حدنا التمرير رقم ثلاثة و Act out the dialogue in exercise 2 On the previous page وبدأ لك هنا يعني اقراه انت وزامي تاعك ال الديالوج هاذاك في الصفحة اللي قبل المهم كانوا هذو حل التمرين تاع الصفحة 62 تبقى ان هذا التمرير رقم ربعا ان شاء الله راحين نحلوه في التمرين عفوا في الفيديو الجاي بابن الله نقول لكم سلام عليكم ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله شكرا شكرا